مسارات حل الأزمة في ليبيا ما زالت تواجه العديد من العقبات والمطبات اجتماعات متكررة على كافة الأصعضة لم تعرف حتى الآن سوى الوعود الشفهية وخطوط الحبر الجاف دون أي عكاس على أرض الواقع فعلى الصعيد العسكري دعت فرنسا إلى عقد اجتماع للجنة العسكرية 5 زايد 5 في العاصمة باريس منتصف الشهر الحالي بحضور أممي ودولي من أجل تشكيل قوة عسكرية مشتركة تشرف على حماية الانتخابات المرجو عقدها وحماية الحدود في المنطقة الجنوبية وجاءت دعوة فرنسا إلى أعضاء لجنة 5 زايد 5 خلال زيارة المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بولثولير وتعتبر المصالح الفرنسية في ليبيا كبيرة خاصة فيما يرتبط بالجنوب الليبي وهي التي دعمت مجرم الحرب حفتر بالطيراني أثناء معارك ميليشيات الرجمة في بنغازي الاستعانة بقوات من دول أجنبية وعربية كان عاملا مهما في المعارك التي خاضها أسير تشاد ومن بينها مرتزقة فاغنر التي توغلت في الوسط والشرق الليبي من أبرزها قاعدة الجفر الجوية علوة على ذلك تمثل شركة فاغنر خط إمداد لقوات الدعم السريع في السودان تأثيرات مرتزقة فاغنر لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب فهذه العصابات توسعت في أعمالها حيث تفيد تقارير أن فاغنر هي المتحكم الأول في منطقة الهلال النفطي تحت أنظار حفتر المتورط في تأخر دفع المستحقات للمرتزقة الروسيين استخدام النفط كآدات ضغط على الخصوم لوضع الإملاءات ونيل المكاسب يضع الدولة والشعب على حد سواء أمام مخاطر كبيرة لا يدرك عواقبها سماسرة السياسة والمرتهنون لأنظمة خارج القطر الليبي توقعات متباينة حول مآلات الأزمة الليبية وما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة العسكرية وعن مدى إمكانية إنتاج خطة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وكيف ستكون الرؤية الأوروبية للوضع الأمني خاصة مع وجود الروسي الممتد في إفريقيا